استعرضت تنسقية شباب الأحزاب والسياسين أسباب صدور قانون التجمهر وجهود الدولة لاحتواء الجميع وعضحت التنسقية في تقريرها أن ذلك جاء أردا على التقرير نصف السنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات وأضافت التنسقية أن الدولة اتخذت جهودا كبيرة لاحتواء كافة الأطراف مؤكدة أن إطلاق الحوار الوطني في النصف الأول من عام 2022 كخطوة أولى لإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية